في موضوع آخر نظمت مجموعة الدول الإسكندينفية بالجزائر بالتعاون مع وزارة البيئة اليوم الإسكندينفي حول الحلول المستدامة تحت شعار التبادل الجزائري الإسكندينفي حول الحلول المستدامة بحضور وزيرة البيئة والطاقة المتجددة سامي أموالفي وعدة بعثات دبلوماسية معتمدة بالجزائر وثل من الخبراء والمختصين الجزائريين والأوروبيين المهتمين بهذا الميدان وخلال كلمة الافتتاح قالت وزيرة البيئة سامي أموالفي إن هذا الحدث له أهمية بالغة لا سيما فيما يتعلق بالطاقات النظيفة والتنمية المستدامة التي يطمح لها الجميع وأكدت الوزيرة أن الجزائر تمنح فرصا استثمارية مهمة للغاية من حيث الطاقة الشمسية الرياح الحرارية الأرضية وتثمين الطاقة الحيوية للنفايات التي لا تزال غير مستغلة والتي تقدر بنحو 14 مليون طن في عام 2019 تتشكل من 55% من المواد العضوية قابلة للإنتاج أو لإنتاج غاز الميتان مشيرا أن وزارتها تعمل على دراسة إثراء الإطار القانوني لدمج أسس الاقتصاد الدائري مشددة على أن هذا التعاون يمكن أو يمكن أن ينمو ويوفر فرصا لبناء مستقبل أفضل الجميع وتحقيق أهداف الحلول المستدامة ترجمة نانسي قنقر